في اليمن وحدها المآسي تتوالد على رؤوس اليمنيين لتتعدد أمامهم مصائر القهر والنزوح والتشرد نتيجة حرب كان من السهل أن تبدأ لكنه أضحى من الصعب أن تنتهي معارك الجوف الأخيرة دشنت بداية معاناة أخرى لآلاف من اليمنيين الذين أضحوا يعيشون داخل متوالية من النزوح المستمر بحثا عن موطن بلا حرب وما أندر تلك المواطن في اليمن عديد من هؤلاء كانت دروبهم مسورة بالقذائف والرصاص وهم يحاولون الوصول إلى مأرب الواضح اليوم أنه لم يبقى أمام اليمنيين من مكان للاستقرار سوى هامش في الصحراء تحاول ميليشيا الحوثي مسنودة بتخاذل الشرعية وريضا مبطنا من المجتمع الدولي التهامة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصف ما حدث مؤخرا في الجوف بالقول إن القتال في الخطوط الأمامية بين صنعاء والجوف أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس إلى محافظة مأرب وتضيف في بيان لها أن المواجهات في محافظة الجوف أعاقت الجهود المبذولة لمساعدة المرضى والمحتاجين وأن فرقها الإسعافية لم تتمكن من إجراء عمليات الإجراء الطبي بسبب عدم توفر إمكانية الوصول الآمن كما لم تتمكن من تزويد مستشفى الجوف العام بالإمدادات الجراحية والطبية موجهة دعوتها لأطراف النزاع لضمان توفير إمكانية الوصول الآمن للعاملين الصحيين والإبقاء على المرافق الطبية مفتوحة وحماية العاملين في المجال الصحي المشاهد اليوم أن معارك الجوف نكأت جرحا نازفا وأن آلاف النازحين أمام مصير مزر ما لم يكن هناك إسناد وعون من قبل المنظمات الإنسانية والإغاثية